اخد كلمة كده من كل واحد طلع بيها عايزي اقول شكرا لحد عايزي اقول اي حاجة نصيحة صغيرة او الله انا بشكر طبعا سيدة الرئيس انه هو خلى الناس عينيها علينا كويس او صلاة تدق علينا بمعنى اصحي في اخر سبع سنين وعمل حاجات كتيرة طبعا في صلاحنا والناس الوقتي بقيت تبصلنا على انها شيء كويس قوي مش حاجة كده على جنب او حاجة كده ما يتبصلهاش مثلا زي ما كنا في البداية انا كنت بخاف اخرج والله فالحمد لله طبعا على ده وان شاء الله انت تخرجي ورفع راسك ووسطة من نفسك وعارفة قدي انت مهمة ومعسرة الناس ستعودت قوي علينا في كل مكان طبعا انت جميل جدا انا فخورين بكم مش اتعودنا فخورين بكم ناسك طبعا بشكر اهلي خصوصا ماما وبابا بشكرهم جدا بشكر طبعا سيادتي هايز على ان انا لما بروح في اي مكان اعمل اي حاجة بلاقي الخدمة لي اولا سمى للشخص التاني بعد كده طبعا نفسي اقول نصيحة للمجتمع ان انت بدل ما تستغل وقتك في ان انت تتنمه على اي شخص اخر فانت استغل وقتك انك تزاي تشتغل على نفسك كويس وانك ازاي وانك ازاي تساعد زو الهمم ازاي تقدم لهم الخدمات اللي تساعدهم ففي نفس الوقت هنكون بقينا مجتمع متكافئ جدا الاشخاص الاسوياء مع الاشخاص الزو الهمم كلها تبقى خدمات بتكمل بعضها وده هيشجع ان زو الهمم يخرجوا اكتر احترام الاختلاف بالضبط ودكتور رانا كلمان من حضرتك اول طبعا حده هشكره هو سيادة الرئيس على التكريم اللي هو يعني ما نحولي انا يعني كل التكريمات اللي انا اتكرمتها في حياتي كلها كوم يعني كلها حاجة والتكريم ده بالزاد حاجة تانية هو فعلا الاغلى والاقرب الى قلبي يعني يعني عمره جميلة اشكرك وبروك عليك وعلينا مدينة المنصورة اشكرك فانا فعلا فخوره بالتكريم ده وحبا اقول شكرا لأهلي وشكرا لأسد زيتي في المدرسة وفي الكلية لان هم سلموني امانة يعني ارجو ان انا كن قدها انا بحاول اسلمها للطلبة بتوعي فارجو ان انا اكون قدها قد الامانة ومعي جاح للجاح على طول دكتور رانا هذه الكلمتك او مصر تتحدث عن نفسها كنت بتعملي بروفا قبل الهوى كده عن مصر تتحدث عن نفسها وامو كلسوم وقف الخلقه نسمع حاجة ولا تقولي كلمة بقى انتو هتغنوا مع بعض تاني تاني هاي وده طلب هتقولي كلمة واغنيها و هتغنوا بقى انت وقل لكم شكرا هنخرج بقى بعد كده بالاغنيها انا برضي بشكر طبعا الاهالي جدا اللي تدعم اولادها من زويل همم وانهما يشتغلوا على ده دايما وبشكر اهلي طبعا جدا طيب كلمة بقى هدير وهنغني مع بعض وقف الخلقه انا طبعا احب بشكر سيدة الرئيس طبعا على الانجازات اللي عملها لنا طبعا وانه خلانا مش مهمشين وولينا كان في المجتمع وعايز اضيف كمان انه يعني فتح المترو محطات مترو عشان يعني مواجهة الزحمة المرورية يعني وكمان المونوريل ده يعني ده طبعا ده احلى حاجة يعني يعني عايزة السفر بكين يا دي الاول حاجة سافر بيها سافر بيها يعني ايه حاجة سافر بقى تفري تفسحي بقى وكسر تفسح وتلف